هناك ثلاث أنواع أساسية من أشكال الخلايا للنسيج الظهاري شكل خلايا الظهارية أول شيء السكوامس اللي هو الحرشوفي إذا كنا سسموه سكوامس فهي بقت يمكم كوليومنر اللي هو العمودي وكيوبويدل اللي هو المكعبي بين قوسي المكتوب سيلر أبيثيليم يعني ظهارة خلوية يعني خلايا الأشكال الأساسية ممكن تترتب يعني أو هي رح تترتب على شكل صف واحد من الخلايا صف واحد أو مفرد بين قوسي نسميه سيمبل أبيثيليم اللي هو الظهارة البسيطة أو نسيج الظهار البسيط يعني من يجي تعريف النسيج الظهار البسيط رح تتبول أنه هو صف واحد صف واحد من الخلايا or layers of two or more cells يعني من طبقتين أو أكثر من الخلايا الديبز العميقة يسميها سيتراتيفايد اللي هو المطبق بين قوسي اللي يرد يعني طبقي أو يسموه compound اللي هو يعني مركب ممكن يجي سؤال give the second name of stratified نطعينا الاسم الثاني للستراتيفايد رح تكتبولي بين قوسي اللي يارد أو give the second name of layard رح تكتبون سيتراتيفايد يعني حطوا ببالكم ممكن تيجي هي يعني أنه بعض الأنسجة الطبقات الأمودية يعني الأنسجة طبقة أمودية من الخلايا طبعا كوليمنر سيرز خلايا أمودية يعني ممكن تظهرنه يعني تظهرنه على شكل مطبق السبب تبادل مواضع الأنوية تبادل مواضع الأنوية this sort sort يعني type يعني نوع of tissue is called seedostratified يسموه المطبق الكاذب طبعا هذا p silent male of seedostratified المطبق الكاذب هسا رح نرسم النسيج البسيط اللي هو هذا طبعا الغشاء القاعدي facement membrane فلنفرض أنه الخلايا مكعبة الشكل هاي بيناتها أكو روابط خلوية بين الخلايا هذي يسموه simple epithelium يعني النسيج الظهاري البسيط بينما لهو رح يكون على عدة طبقات مثلا طبقتين أو أكثر هذه الأنوية باعتبار طبعا الأنوية ها لازم تكون كروية لأنه هذا أرسم على أساس نسيج مكعبي ومركزية الموقع central فهنانا رح يكون stratified stratified epithelium يعني نسيج مطبق بينما الناء الثالث اللي هو هنانا قلنا the placement the placement of the nuclei تبادل مواضع الأنوية شنو هو يقولك some tissues layer of columnar cells بعض الأنسجة طبقاتها تكون عمودية may appear to stratified مطبقة لكن يام تكونها مصف واحد هاي سببها تبادل مواضع الأنوية فهذا رح نرسم النسيج المطبق الكاذب شنو هو النسيج المطبق الكاذب طبعا احنا لازم بكل الخلايا خليها ببالنا تستند على غشاء قاعدة placement membrane فلنفرض هذي خلية طبعا كل خلية عمودية تكون النواة أقرب إلى القاعدة هاي لازم تكون عندنا معلومة عنها ما تروح من ببالنا اضافة إلى انه فلنفرض معها خلية مغزلية النواة هنا معها خلايا قاعدية اضافة شي ثاني انه هذي خلية مغزلية ثانية خلية هنانا قاعدية خلية عمودية وتستمر إلى آخر هذا النوع يسموه اللي هو قلنا سيدو ستراتي فايد اللي قلنا هاي البي سايلنت وسيدو ستراتي فايد اللي هو نسيج مطبق كاذب فهذا السبب انه هي تكون تبادل موضع لانه لكن هي صف واحد من الخلايا بس حتى لحد ينساها ناعدنا فد ملاحظة صغيرة اللي قلانت يعني كل الغدد are made up of epithelial cells مكونة من خلايا ظهارية ممكن تجي صحوا خطر انا اقول اللي قلانت are made up of connective cells من خلايا ظامة فانتوا راح تكتبوا لي خطر وتصححون الخطر epithelial cells يعني هاي المثال يعني هنا قدنا functions of epithelial cells اللي هي وظائف الخلايا الظهارية include تتطمن اول شي قدنا secretions secretion sorry secretion يعني الافراس selective absorptive اللي هو الامتصاص الانتقائي او الاختياري protection معناها حماية transcellular transport اللي هو النقل ما بين الخلايا او يسمونه النقل الخلوي unsensing اللي هو الاحساس وشرحت لكم آليات الاحساس او اللي يسموه الاستشعار اللي هو المعنى العصح انو احنا مثلا هاي جلد ايدنا ريدنا لزم القلم راح نحسبي مثلا ننشكب دنبوس راح نحسبي فهذا يسموه الاستشعار هسا قدنا الابثيليا للايرز كونتين نو بلت فيزلز هاي قريدكم اتراكزون عليها كونتين نو بلت فيزلز هو هنانا ما يحتوي على اوعية دموية نو بلت فيزلز يعني مغذيات يعني اغذية هنا فيا جاي عبارة عن طريق شنو هنانا الالية اللي راح يصير بها نقل المغذيات الدفيوجين دفيوجين يعني الانتشار of substances from the underlying connective tissue يعني انتشار المواد من الطبقة التحتها اللي هي connective tissue تحت النسيج الضغاري الطبقة الضامة او النسيج الضام through the maramble pacement membrane اللي هو الغشاء القاعدة قبل شوية رسمتها حتى وشفتوه أو cell connections اللي هي الروابط الخلوية بين خلية وخلية اكو رابط خلوي فاتشي يربطها او ثقوب او فتحات او خيوط تربطها كلها يسموها روابط خلوية are well employed in epithelial tissues اللي هي موظفة حتى تقوم بهاري الوظيفة in general epithelial tissues are classified by the number of their layers عموما احن النسيج الضهاري راح نقسمه حسب عدد الطبقات قسمنا الى simple stratified and the shape and function of the cell وحسب شكل ووظائف الخلية الشكل قلناها ثلاث أنواع اللي هي الحرشف والعامودي والبسيط والوظائف ذكرناها اللي هي الافراز والنقل ما بين الخلايا الى آخره هسا راح أرسملكم epithelial tissues contain no blood vessels إذن شون راح تستخدم يعني شون راح تعيش أو تستمر بالحياة إذا هي ما بيها أوعية دموية هذا أدنى مثال هنا basement membrane أو سوري أنا راسمت هنا هذا هو basement membrane هاي عبارة عن روابط خلوية الأوعية الدموية راح توصل لل basement membrane اللي هي الهنان هنا راح توصل للمغذيات لحد هذا الغشاء القاعدي يصير هنا via diffusion عن طريق الانتشار راح تنتشر المغذيات الى الخلايا ويصير انتشار بيها ومن خلية الخلية راح يصير التخذية إذن راح نوصل للمرحلة إنه إحنا سهاي إيدنا مثلا ما كو مظاهر الدم بيها إلا ننجرح ويطلع الدم من الكنكتف تيشيو مو من الابيثيليام والابيثيليام ما بي دم فحتى تعرفون ابيثيليام لا يحتوي على وعية دموية هنا هنا نحطت لكم سؤالين حتى تعرفون آلية الأسئلة أو طريقة الأسئلة اللي أجيبها قبل شوي قسمناها حسب عدد الطبقات طبعا هذا السؤال الثاني شنو الأشكال الخلية الأساسية فومس يعني شكل يعني شيء ممكن تيجي واتس آر ذا فيسيكسيال شيء اندى بثيل يلتشيو شنو أشكال الخلايا بالنسبة للنسيجة الضهار راح تقول سكوين واسكو اليوم واند كيو بويدل